اشتركوا في القناة في الماضي شهدت هذه المباني التابعة للأمم المتحدة مفاوضات بين الكوريتين لكن الحوار بين البلدين مقطوع الآن وقد زادت حدة التوتر بعد اتهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بإغراق إحدى سفنها زعيمة مقتلى 46 شخصا وعندما نقف هنا علينا أن ندرك أن البلدين مازالا في حالة الحرب فلم يتم التوقيع بينهما على اتفاقية سلام نظرت هؤلاء الجنود الكوريين الجنوبيين الشمسية ووقوفهم مثل مسارعي التايكواندو تهدف إلى إخافة نظرائهم الشماليين هذه الميكروفونات تظهر الخط العسكري الذي يفصل المبنى أما تلك الموجودة على اليسار هي في كوريا الشمالية في هذه اللحظة الجولة تقودنا عبر جسر اللاعودة الذي يصل بين الحدود وصولا إلى النقطة مراقبة لا يمكن من خلالها رؤية سوى برجا يرتفع 160 مترا ويحمل علما لكوريا الشمالية يزن 300 كيلوغرام وفي المدى منطقة كايسونغ الصناعية المشتركة والتي تم إنشاؤها عام 2004 حين كانت العلاقات بين البلدين جيدة فأمنت يدا عاملة رخيصة ومنضبطة بالنسبة لكوريا الجنوبية وعملة أجنبية لكوريا الشمالية وهذه المنطقة لا تزال مفتوحة رغم توتر العلاقات لأن أي من البلدين لا يرغب في رؤيتها تقفل لم تذكر كوريا الجنوبية كايسونغ بشكل مباشر أما كوريا الشمالية فقد تحدثت عن طرد مسؤولين كوريين جنوبيين وليس شركات ابتسامة هذه الفتاة تنسينا نظرات حراس الحدود الحاد ومن هذا المتجر داخل المنطقة المنزوعة السلاح نستطيع أخذ التذكارات من تشكيلة تضم أغراضا عليها شعرات ناقدة للجنوب الرأسمالي ترجمة نانسي قنقر